لو قاعد في البيت وحاسس انك انت متردد انك انت تنزل تشارك في الانتخابات فتأكد ان لحظة من اهم لحظات حياتك هتفوتك فانك انت تصنع تاريخ بلدك لو انت قاعد في البيت ومتفرج على نهارك سعيد وحاسس انك انت مش عايز تروح اللجنة عشان هي يمكن ما يبقاش فيها ام فالجيش والشرطة المصرية ووزارة الداخلية مأمني لك كل مكان فيه ممكن تنتخب وتشارك بصوتك في صنع بلدك لو انت حاسس او خايف انك انت اتجاه معين او حزب معين او شكل معين للبلد رايح في اتجاه او رايح في الاتجاه العكسي فانك تقعد في البيت حيشجع انك انت الانتخابات تروح في الاتجاه اللي انت مش عايزه صوتك هو اللي حيحدد مصر رايحة فين او مصر مين هيحكمها او مصر مستقبلها في المنطقة منطقة الشرق الاوسط او في العالم او في القرى الارضية هتبقى عاملة ازاي مبارك هبتدت اول يوم في الانتخابات قاهرة اسكندرية برسعيد دومياد كفر الشيخ والفيوم وقسيط ولؤسر والبحر الاحمر كلها ايجابيات كل الانتخابات تقريبا ايجابيات في شوية ملاحظات هنستعرضها مع ضيفة اه محافظات المرحلة الاولى يبلغ عدد الناخبين سبعتاشر ونصف مليون ناخب يدلون باصواتهم في تلات تلاف تلتمية وسبعة مراكز انتخابية وبلغ عدد المصريين مقيمين بالخارج لذين قابلوا بالتسجيل للانتخابات تلتمية خمسة وخمسين ونص الف آآ ناخب يقيمين في يقيمون في مية تلاتة وستين دولة مرحوظة صغيرة وتعد الولايات المتحدة الامريكية الاولى بين الدول الغربية من حيث عدد المسجلين المصريين بالانتخابات يليها كندا ثم ايطاليا ده في الغرب الشرق غالبا ممكن تكون السعودية هي اكبر عدد معايا ضيفي في الفقرة دي هنستعرض اخبار الانتخابات ايه واللي حصل مبارح والنهاردة هيحصل ايه كمان مع ضيفي الكاتب الصحفي في جريدة اخباري اليوم الاستاذ محمد الشماء صباح الخير يا فن صباح الخير مشرفنا ومنورنا وكلنا تفاؤل بمصر احسن والله احنا بنعيش لحظات من احلى لحظات التاريخ المصري واحلى لحظات حياة الانسان شخصيا وده انا شايفه يعني على وجوه كل المصريين النهاردة الشيء الجميل اني احد الفضائيات اللي يعني مستمرة فيه الهجوم على مصر وازهار المشاكل وازهار العقبات والتجاوزات اللي في مصر النهاردة شيء بالامس كان شيء رائع اشادوا المصريين فاجأوا العالم نعم المصريين فاجأوا العالم بالصورة الحضارية الرائعة طوابير طويلة ممتدة اقبال منقطع النظير من السيدات المصريات والشابات طوابير والناس بتبتسم طوابير استغرقت ساعات من الصباح الباكر السبعة صباحا يمكن الناس كانوا موجودين على ابواب اللي جان الاختراع في كل محافظات مصر شيء حضاري رائع محدش تخاني محدش زق حد محدش احتك بحد يمكن ده للتيسيرات الكبيرة والثقة اللي ظهرت والمعدن الرائع المعدن النفيس للمصريين اللي بيظهر فيه الازمات والمواقف الصعبة يعني الشعب المصري فعلا زي ما بيقول الغرب شعب عجيب وشعب محير بتظهر قوته ومعدنه وكفاءته وحضريته في مواقف غير مسبوقة لأي شعب يمكن في العالم وفي عز الازمات يعني بوقفة الشعب المصري اللي بالامس في الوقوف امام سنديق لاختراع كذبت كل اراء المفكرين ورؤساء الاحزاب والسياسيين واللي بيتجروا بالسياسة واللي بيشتغلوا فيه يعني بيحاولوا انه هم ينظروا كل هذا تم يعني تحطيمه وثبت عدم صحته امام موقف المصريين من انساش برضو استاذ محمد بدون قطع كلامك من انساش برضو انه الجهات الرسمية عندنا برضو اذا كان الجيش اذا كان الشرطة هنرجع ذلك لان الشعب المصري عندما يسق في ما يقال وفي ما يحدث بيقدم روحه غالية بيقدم الغالي والرخيص في سبيل بلده مصر يعني موقف قوات المسلحة جو الامان الغير مسبوق في اللجان بالاشتراك مع قوات الشرطة التيسيرات اللي تم وضعها بشكل غير مسبوق على الاطلاق يعني عملية التصويت بالرقم القومي اتاحت ضعفت عدد من لهم حق التصويت يعني كان في المرات السابقة كان بيبقى 24 مليون 23 مليون اللي كان بيذهب كان بيبقى 25 في المية او 30 في المية النهاردة عدد الناس المواطنين اللي لهم حق التصويت بيفوق الخمسين مليون نعم فكان من الشيء الجميل والرائع ان الحكومة والقيادات في مصر ان هم جعلوا الانتخاب على ثلاث مراحل نعم جعلوا الانتخاب لمدة يومين امدوا فترة التصويت النهاردة بالامس اعلنوا بعد ساعة 5 لما لقوا التوابير طويلة وفيه كسافة رهيبة على اللجان تم مد الفترة التصويت حتى التاسعة مساء نعم اشياء لم تحدث من قبل المصريين في الخارج احسوا انهم شركاء في هذا الوطن لهم حق في هذا الوطن ويعني عندما يطلب منهم اي تضحية او اي عمل يقوموا به لا يتوانوا فكون ان هم يشاركوا فيه صنع مستقبل مصر وصنع التاريخ مصر وصنع اعادة مصر الى مكاناتها العالمية والمحورية في منطقة الشرق الاوسط هم بيباهوا قدام الاجانب في الدول اللي هم بيقوموا فيها نعم فشيء رائع وكان منظر حضاري وفعلا يوم وعرص جديد لديمقراطية في مصر من دم الملاحظات برضو حضرتك انه المعتصمين على فكرة في مدان التحرير قرروا انه يتبادلوا المواقع يعني جزء منهم يروح ينتخب يروح يخلق ياخد دوش كده في البيت يعني ويهدى وبتاعه وينزل ينتخب ويرجع تاني يقعد في الميدان برضو يعتصم زي ما هو عايز في الاتجاه اللي هو عايزه ده شيء حضاري فعلا ده عشان كده الناس كلها عمالة تتكلم على مصر وتتكلم على انتخابات مصر وتتكلم على شعب مصر الشيء بقولي سيادتك الوكالات وكالات الانباء وكل ما فيه اكتر من سبعة تلاف مراقب اجنبي بيراقب عملية الانتخابات لم تبدأ اي لم يتم ابدأ اي ملحوظة غير عادية يعني هو الحاجات العادية الروتينية اللي بتحدث وحتحدث الى ما شاء الله تأخر بدء التصويت في لجنة ومع ذلك اللجنة العليا بتدي تعليمات فورا اذا اللجنة تأخرت 30 دقيقة بتضيف 30 دقيقة اذا تأخرت ساعة بتدي ساعة زيادة عن الموعد مثلا استمارات لم يتم ختمها مثلا بالختم وزارة الداخلية تم الاستعادة عن ذلك بان توقيع القاضي المشرف على اللجنة بتوقيعه وختمه بالخاتم كل قاضي مع ختم لان بيبقى عملية تحريز بعض المضبوطات بتستلزم التشميع والتشميع بيتم ختمه بخاتم القاضي اللي بيشرف على عملية التشميع دي برضو حلت مشكلة حاجة تانية بالنسبة للامن الامن لم يتم تدخل اي فرد من افراد الامن سواء كان من قاتل مسلحة او من الشرطة الى داخل اللجان كله الامن حول اللجان مفيش اي مشكلة مفيش اي اترابات هستأذنك بس عشان نبقى يعني شفاء يعني اعلام شفاف واعلام بيحط الناس في الصورة من ضمن الناس برضو سمعنا انه في مشاكل حصلت انبارح في قصيوت ايه في قدام لجنة او كذا يريد حضرتك تتوضح لنا ايه اللي حصل بالزب يعني كان في ديروت في ديروت او في حاجة برضو في مركز البداري ده بتبقى هذه المناطق لها طبيعة خاصة بتبقى بتخضع لي حكم القبلية والعائلات ومع ذلك الحمد لله لم يحدث اي خسائر او اي اشتباكات او تم تعطيل العملية الانتخابية مع هذا بتبقى احتكاكات برضو حرارة المنافسة انت داخل على انتخابات مختلفة تماما انتخابات النهاردة فيه ناس مكادش بتفكر ان هي تروح او تشغل بالها ان هي تفكر مين مترشح او مين مش مترشح النهاردة مع صورة 25 يناير الشعب المصري كله بقى مهموم بمستقبل بلده مهموم بصنع بلده مهموم بالمشاركة في ان هو يضع لبنة صغيرة في مبناء هذا المستقبل الكل اصبح عنده امل ان طوال الفترة الماضية كان هناك تساؤل مين المرشح نختار مين طب نختار ازاي طب ازاي القيمة طب القيمة النسبية طب النظام الفردي الدايرة التسعت وكان هناك اسئلة واجابات وحقيقة يعني دي شهادة لله خالصة لوجه الله الاعلام المصري ام بدور كبير جدا في خلال فترة الضيقة القصيرة التي سبقت عملية الانتخابات كان هناك برامج توعية والمسؤولين بيشرحوا هدرتك كل العربيات الاوبيفان او العربيات اللي هي بتطلع من خلال انك انت تطلع حضراتكو مسلا تروح في اي مكان في جمهورية مصر العربية وتطلع هوا تقريبا التلفزيون الحكومي او تلفزيون بلاش نقول للحكومة التلفزيوني الدولة دلوقتي منتشرة في كل حت عشان تنقلكو ايه اللي بيحصل في كل مكان انا يشرفني ان انا اقول مش التلفزيون الحكومة اقول تلفزيون الشعب أو إعلام الشعب أو صحافة الشعب النهاردة الشعب هو اللي بيشارك فيه بس هذه المواد لأنه حقيقة بتنتقل الكاميرات وما فيش لا منتاج ولا فيه كحابة هنكتفق قبل ما نطلع على الهواء كله على الهواء بلا مواربة وبلا إخفاء أي شيء من الحقائق فده شيء جميل جدا جدا وهناك شفافية تامة معلومة مهمة جدا اللي حصل فيه أسيوت نمى العلمي وقارتها في وسائل الإعلام كتيرة جدا وتقالت أنه كان فيه واحد من المرشحين المفروض أنه هو تم شطبه من القائمة فهو راح الأهله بقى والزي ما ضيفي بيقول أنه أهله راحه فلقوا متشاق فابتدوا بقى يعملوا ايه شوية شغل لكن الموضوع تم احتواءه هو ست المسشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات أوضح هذه النقطة قال أنه هو ده كان تغيير صفة نعم يعني كان تغيير صفة من فئات إلى عامل تمام فحصل طبعا المشكلة بيبقى طبعا مرشح مجهز نفسه إذا كان عامل تربيت مع مثلا أحزاب معينة أو مرشح آخر أو تحالف مع كتلة معينة أو حزب معين فبيبقى يعني عامل خطة وده شيء يعني مباح في الانتخابات تمام لكن في اللحظات الأخيرة برضو هناك برضو يعني المسألة مهياش إحنا محناش في المدينة الفاضلة أنا كمرشح من مصلحتي إن أنا أحصل على الكرسي بطرق مشروعة أنا بتصور إن حضرتك نازل فئات وإنت مش فئات نعم فبطعن في الصفة وده شيء قانوني والقانون كفل للجميع نعم فقالك وحضرتك بتبقى مجهز نفسك وكل خطتك وبرامجك إن أنت نازل فئات لما تيجي تتغير الصفة ممكن تخسر أصوات كتيرة جدا 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 أنا ممكن المرشح اللي بيطعن في هذه الصفة يستفيد من هذا الطعن فطبعا أنصار المرشح بيصدموا بتحصلهم مثلا حالة من الارتباك فبيبقى في عملية شحن أو خلافات لكن الحمد لله كل هذا تم في إطاره الحقيقي والضيق ولم يتم الحمد لله لا معارك ولا إصابات ولا مشاكل ولا تعطيل للانتخابات من ضمن الملحوظات برضو اللي تقالت مبارح إنه كان فيه عدد من السيارات عدد من الميكروفونات عدد من الأشخاص التابعين لحزبه معين أو لغيره كانوا بيحاولوا أنه هما يجوا ناحية الأماكن اللي فيها انتخابات ويعملوا شوية دعاية أو بشكل أو بآخر أنا مش فتوش ولكن حضرتك تبعت هذا الموضوع أنا تبعت على معظم الوكالات وكل الفضائيات لأنه دي بتبقى شيء يعني إلى حد ما المرشح برضو بيحاول يكسب كل لحظة وأي فرصة تتاح لي إنه هو يتكلم عن برنامجه يحاول يعرض أفكاره على الناخبين حتى لإنه فيه هناك عدد كبير جدا من الناخبين يمكن يغير فكرته في اللحظات الأخيرة وهو داخل على صندوق الاختراع يعني بيقابل طفلة جميلة بتقدم له وردة طفلة جميلة بتقدم له صورة المرشح اللي هي بتعمل دعاية لصالحه قد يعني تؤثر في نفسية الناخب يقتنع بفكرة جديدة ما سمعهاش يشوف اسم ما كانش انطرح حاليا بكده لأن ده برضو خلينا نتكلم أن العدد الضخم جدا من المرشحين وده ظاهرة صحية يعني البعض بيعيب أن هناك عشرات المرشحين على كرسي واحد يتقطى المئة المرشح نعم ومئة وستين مرشح على مقاعة واحد فدي مسألة ظاهرة صحية أستاذ محمد إزاي الظاهرة صحية ظاهرة صحية لأن الأول كان فيه عزوف عن الانتخابات لأن داخل عارف أن الحزب الوطني المنحل حيكسب حيكسب سواء أنت كويس أنت مش كويس أنت مرشح عندك أفكار جديدة عندك هتخدم الدائرة رجل مثقف لك يعني التوجهات لكن الناس كان عنده ويقول لك ما خلاص النتيجة معروفة ده فلان وفلان هينجحوا ما هو دول من الحزب الوطني المنحل ده من وجهة نظر فكان الناس بتعزف عن التقدم للترشح لكن لما يزداد العدد بهذه الصورة ده شيء جميل جدا وشيء رائع وياريت ده بيدي فرصة عشان نقضي على حزب الكنبة والناس اللي هم الناس الصابتين والقابعين في منازلهم فدي فرصة جميلة جدا أن الكل يشارك في عملية التصويت اشترك في القناة